السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله أوقاتكم بكل خير طلبة الصف الثامن الأساسي سنتناول في هذا الموقف التعليمي الصيغة الكيميائية درست سابقا عزيزي الطالب الجدول الدوري الحديث دعنا نتذكره ونجيب عن الأسئلة الآتية بداية مما يتكون الجدول الدوري؟ يتكون الجدول الدوري من سبعة صفوف أفقية وتسمى دورات وأيضا يتكون من ثمانية عشر عمودا مصنف إلى ثمانية مجموعات في A وثمانية مجموعات في B أيضا درست عزيزي الطالب بأن العناصر في الجدول الدوري تصنف فوق صفاتها إلى فلزات ولا فلزات وأشباه فلزات وأيضا يوجد لمجموعات في الجدول الدوري بعض المجموعات أسماء خاصة مثلا تسمى عناصر المجموعة الأولى باستثناء الهايدروجين العناصر القلوية وتسمى عناصر المجموعة الثانية B العناصر القلوية الترابية بينما تسمى عناصر المجموعة السابع في الجدول الدوري بالهالوجينات وتسمى عناصر المجموعة الثامنة في الجدول الدوري B العناصر النبيلة وتشترك وتتشابه عناصر المجموعة الواحدة في خصائصها الكيميائية وبناء عليه استخرج من الجدول الدوري بداية عنصرا قلويا قلنا بأن العناصر القلوية هي العناصر الموجودة في المجموعة الأولى في الجدول الدوري باستثناء الهيدروجين وبالتالي مثلا الليتم يعاد عنصرا قلويا أو الصوديوم أو البوتاسيوم ثانيا عنصرا ترابيا العناصر القلوية الترابية موجودة في المجموعة الثانية فمثلا البريليوم أو المغنيسيوم تعد من العناصر القلوية الترابية عنصرا هالوجينيا مثلا عنصر يقع في المجموعة السابع مثل الفلور عنصرا نبيلا كمثلا عنصر الهيليوم أو النيون أي العناصر التي تقع في المجموعة الثامنة من الجدول الدول أيضا ترست سابقا عزيزي الطالب بأن العنصر مادة نقية تتكون من نوع واحد من الذرات والعناصر تكون المركبات وبالتالي فالمركب مادة نقية تتكون من اتحاد ذرات عنصرين أو أكثر تأمل عزيزي الطالب هذا الجدول والذي يبين بعض المركبات مثل مركب ثاني أكسيد الكربون كلوريد السوديوم الماء وسكر الماء العناصر المكونة لمركب ثاني أكسيد الكربون الكربون والأكسوجين عدد ذرات الكربون في هذا المركب يساوي واحد بينما عدد ذرات الأكسوجين يساوي ثمين المركب الثاني مركب كلوريد السوديوم العناصر المكونة له السوديوم والكلور عدد ذرات السوديوم يساوي عدد ذرات الكربون في هذا المركب ويساوي واحد الماء العناصر المكونة للماء الأكسوجين والهيدروجين عدد ذرات الهيدروجين يساوي واحد وعدد ذرات الأكسوجين يساوي ثمين سكر المائدة العناصر المكونة له الكربون والهايدروجين والأكسوجين عدد ذرات الكربون يساوي 12 عدد ذرات الهايدروجين يساوي 22 عدد ذرات الأكسوجين يساوي 11 وبناء عليه أي المركبات المذكورة في الجدول الدوري تستخدم في أولا عمل المخللات ثانيا إطفاء الحرائق ثالثا عمل مربع رابعا مركب أساسي في الحياة كما تعلم عزيز الطالب يستخدم مركب كلوريد السوديوم في عمل المخللات ويستخدم مركب ثاني أكسيد الكربون في إطفاء الحرائق بينما يستخدم سكر المائدة في عمل المربع ويعد الماء مركبا أساسيا في الحياة إن التعبير عن العناصر الكيميائية بالرموز يساعد في كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات ولكن ما هي الصيغة الكيميائية؟ الصيغة الكيميائية هي تعبير بالرموز يبين نوع الذرات وعددها في جزء واحد من المركب وكما تعلم عزيز الطالب فإن العناصر دائما تسعى إلى الوصول إلى حالة الاستقرار وهي الحالة التي يصبح فيها العنصر وتركيبه الإلكتروني مشابها للتركيب الإلكتروني لأقرب غاز نبيل وبالتالي فإن العناصر تقوم إما بفقد الإلكترونات أو اكتسابها أو المشاركة بها وللتعرف إلى ذلك تأمل عزيز الطالب هذا الجدول والذي يبين التوزيع الإلكتروني لبعض العناصر النبيلة كالهيليوم والنيون والأرغون أيضا لدينا هنا التوزيع الإلكتروني لعنصر الليثيوم والمغنيسيوم والفسفور وبناء على هذا الجدول أي من هذه العناصر تميل لفقد إلكترونات وأيها تميل لكسب إلكترونات ولماذا؟ نعم أحسنت عزيز الطالب كما تشاهد يميل كل من الليثيوم والمغنيسيوم إلى فقد إلكترونات للوصول إلى حالة الثبات والاستقرار وذلك لأن عدد الإلكترونات التكافؤ في كل منها أقل من أربع بينما يميل الفسفور إلى اكتساب إلكترونات أيضا للوصول إلى حالة الاستقرار وذلك لأن إلكترونات التكافؤ في الفسفور أكثر من أربع إلكترونات ماذا يحدث لمستوى الطاقة الأخير في العناصر المذكورة في الجدول عندما تفقد إلكترونات أو تكسبها؟ نعم عندما تفقد إلكترونات أو تكسبها هذا سيؤدي إلى أن يصبح المستوى الأخير مكتملا بالإلكترونات وبالتالي سيصبح التركيب الإلكتروني له مشابها للتركيب الإلكتروني للغاز النبيل فسر عزيزي الطالب شحنة الليثيوم أحادي موجب بينما شحنة الفسفور ثلاثي سالب شحنة الليثيوم أحادي موجب لأن الليثيوم يميل إلى فقد الإلكترون الموجود في مستوى الطاقة الأخير وتكوين أيون أحادي موجب بينما الفسفور يميل إلى اكتساب ثلاثة إلكترونات للوصول إلى حالة الثبات والاستقرار وبالتالي تكوين أيون ثلاثي سالب حيث تفقد العناصر الإلكترونات أو تكسبها أثناء التفاعل الكيميائي للوصول إلى حالة الاستقرار لينتج الأيون حيث الأيون ذرة أو مجموعة من الذرات التي تحمل شحنة سالبة أو شحنة موجبة بينما تسمى أو يسمى الأيون الذي يتكون من مجموعة من الذرات بالمجموعة الأيونية وبالرجوع إلى الجدول السابق عزيزي الطالب إذن يميل العناصر الفلزية كالليثيوم والماغنيثيوم إلى فقد إلكترونات حتى يصبح مستوى الطاقة الأخير لديها مكتملا بالإلكترونات وستكون أيون موجب وبالتالي سيصبح التركيب الإلكتروني له مشابها للتركيب الإلكتروني للعنصر النبيل الذي يقع في الدورة التي قبله بينما تميل العناصر اللافلزية كالفيسفور مثلا إلى كسب إلكترونات حتى يصبح مستوى الطاقة الأخير لديها مكتملا بالإلكترونات وستكون أيون سالب وبالتالي سيصبح التركيب الإلكتروني لها مشابها للتركيب الإلكتروني للعنصر النبيل الذي يقع في نفس الدورة التي يتواجد فيها العنصر وسيكون مقدار الشحنة السالبة عبارة عن عدد الإلكترونات المكتسبة ويبين هذا الجدول بعض من عناصر الجدول الدوري ورمز كل منها بالإضافة إلى الشحنة مثلا رمز الليثيوم الآي الشحنة له موجب واحد الفيسفور بي الشحنة ناقص ثلاثة الفلور إف الشحنة ناقص واحد أيضا يتوفر لبعض العناصر أكثر من شحنة ويمكن تمييزها عن بعضها البعض باستخدام الأرقام اللاتينية كالنحاس والحديد وأيضا يمثل هذا الجدول أشهر المجموعات الآيونية وشحنتها مثلا المجموعة الآيونية النترات NO3 شحنتها سالب واحد لكلورات CLO3 ناقص واحد بيرمنغينات MNO4 ناقص واحد بايكربونات HCO3 ناقص واحد وعليك عزيزي الطالب أن تحفظ الشحنة واسم ورمز المجموعة الآيونية إذن عزيزي الطالب بعدما تعلمنا مفهوم الآيون والمجموعة الآيونية ومفهوم الصيغة الكيميائية كيف يمكن أن تكتب الصيغة الكيميائية للمركبات الكيميائية؟ يمكن ذلك من خلال المثال الآتي مثلا لكتابة الصيغة الكيميائية لمركب إكلوريد المغنيسيوم نتبع الخطوات الآتية الخطوة الأولى نكتب رمز العنصر أو المجموعة الآيونية لدينا هنا الماغنيسيوم رمزه MG الكلور رمزه CL الخطوة الثانية نقوم بكتابة الشحنة أسفل كل رمز شحنة الماغنيسيوم 2 شحنة الكلور 1 الخطوة الثالثة نبادل الشحنات وبالتالي سنحصل على الصيغة الكيميائية لمركبة كلوريد الماغنيسيوم وهي MG CL 2 مثال آخر اكتب الصيغة الكيميائية لنترات الحديد بنفس الخطوات عزيز الطالب الخطوة الأولى نكتب رمز العنصر أو الرمز المجموعة الآيونية الحديد رمزه FE رمز المجموعة الآيونية النطرات NO3 minus الخطوة الثانية وهي نكتب الشحنة أسفل كل رمز هنا شحنة الحديد كما هو هنا مبين بالأرقام اللاتينية 3 شحنة النطرات 1 الخطوة الثالثة نقوم بتبادل الشحنات وبهذا نحصل على الصيغة الكيميائية لنترات الحديد وهي FE NO3 لكل 3 سؤال أكتب الصيغة الكيميائية للمركبات الآتية أول مركب لهو كلوريد الليتيوم بنفس الطريقة رمز الليتيوم الآي لكلور سي أل شحنة الليتيوم واحد شحنة لكلور واحد بعد ما نعمل تبادل الشحنات إذن الصيغة الكيميائية لكلوريد الليتيوم LICN المركب الثاني كبريتات الفضة رمز الفضة AG رمز المجموعة الايونية الكبريتات SO4 ماينس 2 الخطوة الثانية هي نكتب الشحنات شحنة الفضة 1 شحنة الكبريتات 2 الخطوة الثانية هي نبادل الشحنات إذن الصيغة الكيميائية لكبريتات الفضة AG2SO4 المركب الثانية بايكربونات الصوديوم رمز الصوديوم عن إيه؟ رمز المجموعة الايونية بايكربونات HCO3 شحنة الصوديوم واحد شحنة بايكربونات واحد بعد تبادل الشحنات إذن الصيغة الكيميائية لبيكربونات الصوديوم NAHCO3 المركب الرابع فلوريد النحاس رمز النحاس CU رمز بفلور F شحنة النحاس كما هو واضح هنا بالأرقام اللاتينية 2 شحنة الفلور 1 نبادل الشحنات إذن الصيغة الكيميائية لفلوريد النحاس CUF2 كيف نسمي المركب الكيميائي؟ أولا نسمي العنصر أو المجموعة التي تحمل الشحنة السالبة ثم نسمي العنصر أو المجموعة التي تحمل الشحنة الموجبة مثلا الاسم الكيميائي للمركب MGBR2 بروميد المغنيسيوم الاسم الكيميائي للمركب K2O أكسيد البوتاسيوم الاسم الكيميائي لـ NH4 الكلتو SO4 كيبريتات الأمونيوم والاسم الكيميائي للمركب CA OH2 هيدروكسيد الكالسيوم المهمة التعليمية المطلوبة منك عزيزي الطالب أولا ما الصيغة الكيميائية لكل منه كيبريتات الصوديوم ثانيا بروميد الفضة السؤال الثاني سمي المركبات الكيميائية الآتية FEO ALCL3 ZNCO3 وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية الموقف التعليمي شكرا لمشاهدتكم دمتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة